ملاعب القارة العجوز ستعيش مجددا على وقع أجواء الصهرات الأوروبية الكبيرة بمناسبة أولى مباراية ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا قمة كبيرة وواجهة دور الثمانية ستجمع بين مانشستر سيتي صاحب طموح التتويج لأول مرة في تاريخه وباير ميوناخ السائل لمواصلة سلسلة انتصاراته في المنافسة الأوروبية بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل الذي قهر غوارديولا وكتيبته في نهائي نسخة 2021 حين كان مدربا للشاسي الإنجليزي المانسيتي المرعب هجوميا بقيادة هدف إيرلينغ هالاند والنجم الجزائري الرياض محرز يستهدف فوزا مريحا على البوفري في ملعب الاتحاد قبل موقعات العودة التي ستكون حاصمة وأكثر تعقيدا في عاليانزارينا ملعب النور في العاصمة البرتغالية الأشفونة سيحتضن ثاني مباريات صهرة الثلاثة بين بنفك المتعلق في الدور الأول حين تصدر مجموعة تضم باريس سانجرما ويوفنتوس وانتر ميلان الباحث عن استعادة مجده الضائع في دور الأبطال منذ عام 2010 قمتان مثيرتان في أولى صهرة ربع النهائي حيث يصبح الحلم مشروعا وإن كانت مباراة الذهاب مرحلة أولى لن تكشف عن كل أسرارها سيكون الشغف والحمس حاضرين في ملتقى كبار القارة العجوز بهدف بلوغ مشهد الختام في اسطنبول على أمل كتابة التاريخ ورفع الكأس الغالية